عندي في البداية حكايتين ليوم علاقة بالحرب واحدة محلية لوكل وواحدة انترناشنل عالمية المحلية ده موضوع كنت بتكلم فيه كتير لكن قاني الاوان دلوقتي ان احنا نبصله بصة مهمة الدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تشيل اكبر قدر من الحمل اللي له علاقة بالحرب مش بتشيل كل حاجة ولكن اكبر قدر ممكن تقدر تشيله تعمل حاجات وكلام في موضوع الخبز السياحي وتوفير السلع وبتدت الدنيا مش هقولي يعني انخفضت الاسعار بتاع بس يعني تهدى شوي يعني بس لسه طبعا الاسعار عالي مش ده الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه خبرتنا مع سنتين الكورونا وشهر الحرب بتقول ايه ان انت فيه موضوعين من اهم ما يمكن موضوع الاول ان انت تقدر تدبر حاجتك ما بقولش الاكتفاء الذاتي لان انا مش يعني مش سازج ما فيش حاجة اسمها اكتفاء ذاتي قليلين جدا الدول في العالم اللي عندهم اللي هو عنده كل حاجة ما فيش حاجة اسمها كده كل ما مواطن تقول له حاجة يقولك ما نكتفي ذاتيا من الامح ما نكتفي ذاتيا من الدرة ما نكتفي ذاتيا من الامح ما فيش حاجة كده على فكرة اليابان مثلا ما عنداش اكتفاء ذاتي في اي حاجة امريكا ربع الحاجات يعني العالم ما فيش حاجة كده إنما ما علينا مش ده الموضوع اللي عايز أتكلم فيه فأنت اكتشفت إن أنت يبقى عندك حد آمن والحد الآمن ده الحمد لله تم اختباره في الكورونا وتم اختباره الآن في شهر الحرب أنت آمن حكتك بضايعك غالية آه زيك زي العالم كله أنا لسه جاي من برة الناس بتلالي ومحدش بيقول لها أنت فين لا بيقولولهم بعملولنا للرمضان ولا تدخل يا سيادة الرأوة ولا هي حاجة الناس عندها شيل من هنا حط من هنا ده برة